بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة يُقْسِمُ بِالزَّمَنِ يُقْسِمُ بِالدَّهْرِ بِالدُّنْيَا يُقْسِمُ بِعُمْرِ الْإِنْسَانِ لنعلم أن الزمن نفيسٌ نفيسٌ وغالٍ أن الوقت له مكانته وربنا سبحانه وتعالى يُقْسِمُ بِهَذَا ووقت أيضاً كما قال بعض أئمة التفسير إن الله تعالى يُقْسِمُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ ولها مكانتها ومنزلتها كما هو معلومٌ في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقالوا إن الله تعالى أقسم بوقت العصر خاصةً لأن هذا الوقت قريبٌ من انتهاء اليوم والإنسان ينتهي فيه من أعماله فهو إما إلى مكسبٍ أو إلى خسارة فأراد الله تعالى أن يُلفِتَ انتباهنا وأنظارنا أن احرص على هذا الوقت إما أن تكون في مكسبٍ وإما أن تكون في خسارة ولذلك قال بعدها بعد هذا القسم إن الإنسان لفي خسر لأن الإنسان يكاد أن ينتهي من عمله في هذا الوقت فيأخذ أجرته أو يأخذ ثوابه على هذا العمل فقال مولانا سبحانه وتعالى إن الإنسان في خسارةٍ إن لم يكن من أهل الإيمان إن لم يكن من أهل الإحسان إن لم يكن من أهل الإتقان إن لم يكن من أهل العمل الصالح بل عبادةً وعملًا عبادةً ومعاملة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فعمل الأجير من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر وأخذ قراطا فذلك مثل اليهود ثم استأجر أجيرا آخر فعمل من الظهر إلى العصر وأخذ قراطا فذلك مثل النصارى ثم استأجر أجيرا آخر فعمل من العصر إلى المغرب فأخذ قراطين فاعترضوا يا ربنا نعمل مثل أعمالهم ويعملون مثل أعمالنا ونأخذ نحن قراطا واحدا وأخذهم قراطين اثنين يقصدون أمة الإسلام فقال الله تعالى ذاك فضلي أوتيه من أشاء يا أمة الإسلام إذا كمنا بهذا المنهج الصحيح إيمانا وعملا صالحا ومعاملة طيبة مع بعضنا البعض فنحن في سعادة في مكسب في إيمان وزيادة في إحسان وقرب ووصل مع مولانا سبحانه وتعالى قال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى التواصي لنعلم أن المؤمن مرآة أخيه الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم حين أرى من أخي شيئا أوصيه أنصحه حتى أصل به إلى بر الأمان حتى أصل به إلى الطاعة الحقيقية حتى أصل به إلى هذا المنهج الحقيقي طاعة وعبادة ليصل إلى النجاة والفوز وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إنها عوامل النصرة والنصر كما في سورة العصر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح أن يجعلنا من أهل التواصي والتناصح وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة